فريرة قدر أزمة مكانش بيواجهوا كل ده هتقول لي ايه كل ده هقولك احنا عمليم بنتكلم من اول حلقة ان فيه اخطاء ادارية الفرقة فكة المنتهى البساطة ومننتهى الوضوح شو محدش يزعل يعني الفرقة فكة واحد اتنين كل هذا الكم من الاصابات مقابلوش فريرة تلاتة الحالة البدنية الحالة البدنية العامة فيها مشكلة حالات الاصابات والاجهاد لباقي العناصر الدولية ما كانتش موجودة في نايد زمالك سكواد الزمالك طبعا قال طبعا عدد قال يعني دي بقى اختلف معك فيها في حتة هو صحيح الاصابات اللي في الزمالك مش زي الاصابات اللي موجودة في الاهلي بس اللعيبة اللي مشت من نص موسم في الزمالك هم اعمدة اساسية كلهم يتكلم في ابو جبل وطريق حامد واشرف بن شاري وحتى ونجب كان ممكن يبقى موجود في الدكة دلوقتي يبقى مؤثر جدا يبقى كان يبقى اساسي ينفرجالي ومصطفى محمد لا يعني كلمك على اللي في الآخر وانت كمان داخل القائمة ناقص فبرضو الزمالك عشان ما ننساش ده أو الزمالك بيكسب دلوقتي وبرضو عنده ظروف غير طبيعية ارجعك لسيزون السيزون اللي كان مجموعتين كان سيزون كام مش فاك الفين عشر عشر الأهلي كان بلعب مين الأهلي كان بلعب مجموعة من الشباب والناشئين كان كابتن زيزو جاي مدرب مؤقت ما احترمنا الكامل لكابتن زيزو جاي قدر أزمة بشكل أصعب بكتير حالة صعبة جدا جدا جوا الفرقة الرحيل هي الأزمة بقى فإن أنا أدير الأزمة بس اللعبة وقفة على رجليها أنا أدير أزمة من غير لعبة ازاي أنا بقولك الحلقة العامة وأنا قلتها في حلقة سابقة قبل ما يحصل كل ما يحصل ده من أسبوعين قلتلك الإصابات ستتكرر أول مباراة يونفوز سوارش على فيوتشر وناس كلها منتشية وفرحانة قلت الناس حط رجلكم على الأرض اللي عملوا الأهل نهاردة مش هيقدر يعملوا تاني اللي الراجل ده عايز يطبقه محتاج حالة تانية خرص دير الأهلي عليها ويحصل إصابات ده مش عالش الحالة بننتنبأ خالص عشان دي الحالة الحقيقية الفرقة النادي الأهلي فهي قصة عشان أحاسب مدير فني أياً كان مين أياً كان مين عشان نطلع من النقطة دي عشان عارف الوقت بيجري منك عشان نطلع من النقطة دي أنه مقدرش أحاسب مدير فني أياً كان حجمه على هذه الحالة وأنا بقولك الحالة متردية جداً على جمال أصحاب ترجمة نانسي قنقر